بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا ورحمة الله سهلا بكم بحلقة جيدة من قناة لغايدا قصبور واجهات ناريا عم شهدها جولة الأولى من الدورة السورية الممتازة الكوريتر قدم قمة هذه مشقية عم يتوعجح فيها نادل واحد الأورنجي مع الحرجالي عم يخطب من خلال نادل واحد ثلاث نقاط ثميني بفوز على الحرجالي بهدفين مقابل هدف واحد الوهدي بفريق مدجج بالنجوم مع الكابتن ماهر بحري بأسماء كبيرة و بأسماء جديدة عم يحاول انه يحصد الدورة او ينافس على الدورة عفرين ان صاعد حديثا ويستضيف حطين على ملعب الحمدانية بحلب عم يأثبت للجميع انه هو فريق مانوس سهل صحيح بينقصوا الخبرة صاعد حديثا ممكن ما عنده هاي المواجهات القوية او يختبر نفسه امام الفرق القوية لكن بمباراة وامام حطين قدم اداء حلو واستحق التعادل بتزديدي من خارج منطقة الجزاء من مسافة بعيدة بالنسبة للمباراة اكيد حطين كان نوعا ما يعني بتحسوا انه مرتاح اكتر بالملعب عفرين كان شوي منضبط اكتر طبعا هاد الشيء واجب واجب على نادع عفرين يقوم بهيك تكتيك لانه لسه ما لا المدرب يختبر لعبينه امام طريق قوي ولا اللاعبين اختبروا نفسهم بارض المعب امام هيك خصوم مباراة بصراحة تحسب لعفرين صحيح المباراة كانت على ارض عفرين وانتهد التعادل لكن المباراة تحسب لفريق عفرين وفي انه نقول عفرين هو اللي كسب نقطة التعادل مو حطين اللي كسب نقطة التعادل بالارض عفرين لا بالعكس تماما عفرين هو اللي ربح نقطة التعادل من نادي حطين ونادي حطين هو اللي روح عليه نقطتين من عفرين بارس نادي الجبلة بطل الكاس الجمهورية عم نستضيف على ملعب البعث بمدينة جبلة فرصان حمص نادي الواسبي بعد الدعم اللي شفناه تقدم لإله وحوذيتها بناء النادي وجبلة بعد ما فقد مهاجمه او هداف الدوري محمود البحر شفناه بتعاقد حلو مع الحارس براهيم عان ما حارس منتخبنا الوطني المباراة كانت قويج جدا جبلة او بطل الجمهورية كان متحفظ اكتر كان بتحس انه عم يلعب على عدم تلقي اي هدف من الخصم الواسبي كان اكتر شراسي بالملعب اكتر مجال اللجوم والتهديف الواسبي الجبلة كان بتحسه في عنده عقب هجومي واضح بغياب محمود البحر فقدان خدمات اللاعب محمود البحر كان واضح تأثير وواضح تأثير النقص عندهم بالهجوم ما في لاعب ابدا يخلص لك هجمي بشكل صحيح بنادي الجبلة العقب الهجومي واضح جدا من نذهب لدير بحما بين الطليعة والنواعير المباراة كانت عم تشهد جمهور ولا احلم من هيك صراحة جمهور حلو كتير كان معب الملعب جمهور الفريقين حلوين كتير المباراة كانت عم تكون حماسية كتير فيها كتير طابع تكتيكي حس حماسي طابع تحدي طابع فيها كتير من التكتيك فيها كتير من اللعب الحلو فيها تحس حالك عم تحضر مباراة يعني بصراحة قمة نارية دائما بشكل عام مباراة الديربي دائما بتحمل طابع حلو من المتعة طابع حلو من الحماس بتشوف لما يلعب الكرامي والواسبي بتشوف لما يلعب حطين وتشرين دائما اللي نكهة مختلفة عن باقي مباريات الدوري المباراة كانت متكافئة لحد كبير انتهت بالتعادل الإيجابي هدا فين للطريعة هدا فين للنواعير فين ما نقول انه ديربي حماس أحباب وانتهت بالتعادل الإيجابي الكرامي نصر حمص عم يستضيف الشرطة على ملعب البعث بحمص عم يحصد الكرامي تلطيقات سميني جدا من نادي الشرطة الكرامي اللي عم يبدأ مع المدرب جديدة للقادر الرفعي بعد ما خسر حدد كبير من اللاعبين وأهمهم جهورة الوسط نصوح نكدة اللي تقل لنادي الشرين عم يحاول أبناء النادي او الناس اللي تم التعاقد معها عم يحاول نتعوض النقص طبعا أكيد اللاعبين اللي راحوا كمستوى مو مثل اللاعب اللي موجودين حاليا اللاعب اللي تركوا النادي أفضل كمستوى أفضل كجاهزية أفضل كحضوره بالملعب من اللاعبين اللي موجودين حاليا لكن اللاعبين موجودين حاليا عم يقدمون عليهم المباراة انتهت بنتيجة اثنين واحد للكرامة والكرامة عم يأثبت للجميع أنه الكرامة فريق قوي والكرامة بمن حضر رغم غياب اللاعبين أو انتقال اللاعبين لكن دائما في عندك إدارة عم تشتغل على أنه يكون دائما فيه بديل لأي لاعب يروح أو أي لاعب مصاب ليكون بديل إلوه بأرض الملعب طال الدور البحارة نادي تشرين عم يستضيف الأهل الحلبي الاتحاد تشرين اللي تعودنا عليه بأنه فريق خلال الموسمين الماضيين مع الموسم هذا فريق مدجج بالنجوم رغم زهاب أكثر من اللاعب مثل المرمور مثل علاء الدالي مثل خالد كردغلا يعني راح كثير منه الاحتراف لاعبين مهمين جدا كثير لاعبين أغلبهم من لاعبين منتخب لاعب منتخب أكيد بأي مواجهات بأي مقارنات بأي إحصائيات هو أفضل من أي لاعب محلي متواجب بالدور السوري من ناحية المباريات الخيضة من ناحية المواجهات من ناحية المباريات قوة المباريات الخيضة بالمباريات الضخمة ضد أستراليا ضد إيران ضد هاي هايك مباريات بتختلف كليا عن مواجهات الدوري السوري بتختلف كليا من ضغط النفسي من ضغط الجمهور من الترتيبات اللي بيتم لهي المباريات فاللاعب اللي بيكون بلعب المنتخب أكيد هو أفضل بكل النواحي من اللاعب اللي بلعب الدوري ببنادي فقط المباريات كان قوي كتير كان عم نشوف هجمات من الطرفين محاولة للتسجين من الطرفين كان عم نشوف تشرين عم يعتمد على الجناحين أكثر بالملعب بينما الاتحاد كان عم يلعب على الكرات الطويلة كان عم يحاول يلعب بناء هجمية توزيعات خصيرة عم يلعب عن طريق الجناحين بالعرضية النادي الاتحاد مختلف بطريق اللعب كان عم يعتمد على الطابات الطويلة من الحارس للمهاجم أو من اللاعبين الوسط للمهازمين طابات كلها طويلة أغلبها ما كنا عم نشوف أي جملة توزيعات خصيرة من خلالها تشرين تسجيل هدفين بينما الأهل الاتحاد يسجل هدف واحد ليحصد فيها تلطيقات مهمة من نادي الاتحاد الزعيم بنتيجة مخيبة للأمال لكل الجماهير الجيش هوية نادي الجيش عم يتعادل سلبيا مع نادي الفتوة خلال الفتوة نقطة مهمة من نادي الجيش بينما نادي الجيش عم يخسر نقطتين من نادي الفتوة مع نهاية الجولة الأولى كنا عم نشوف تفوق لنادي الوحدة بثلاث نقاط تفوق لنادي الكرامي بثلاث نقاط تفوق لنادي تشرين بثلاث نقاط عم يتشاركوا المركز الأول من أحيط النقاط بثلاث نقاط لك الفريق هذه كانت أخبار الجولة الأولى بتمنى منكم الدعم والاشتراك دائما واللي ما نشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس وتبقوا بخير وصحة وسعادة السلام عليكم